في إطار مشاركة مصر العالم باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية استعرضت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد جهود تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية ذلك من خلال مشروع خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة والذي يعد أحد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التي تنفذها وزارة البيئة المصرية بذراعيها جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات ذلك من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية بقيمة 9 ملايين و130 ألف دولار وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050